يستقطب قطاع المياه الراغبين في الحصول على تكوين يسمح لهم بعد استكمال دراستهم الظفر بمنصب عمل يتماشى والمتغيرات الحاصلة والآفاق المتوفرة في هذا الصدد بولاية ميلا لكنها تواجه تحديات نحن نشتغي مجال السودود وهو لا يوجد تخصصات بزاف نحن 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 نجد تخصصات بزاف مجال السودود إن شاء الله يفتحوننا مجال السودود اخترنا هنا اشتوه نخدم فيه من الواحد إن شاء الله يعوننا يفتحوننا مجالات نقص بزاف ميهن المياه من التكوينات المتوفرة بالمعهد المتخصص بعاصمة الولاية لكن الساعات المتوفرة للمتمهنين بمختلف الفروع والمجمعات المائية يعتبرها المتربسون ضائلة عنا يوم واحد نخرجوا فيه لنستعجوا فيه لنا كما نقوله لازم نطلبوا منهم للسلطات باش توسع لنا هذا المجال وين يكون لنا أيام أكثر حيث المتربسون نحن نتعنى هنا في المستوى المعهد المتخصص الميهني يراهم على سبيل المثال تخصص معالج المياه سيكون عندهم تتمكنوا من العمل بكفاءة فتنصيب المتمهن يخطع للاعتماد المالي المتوفر بالمؤسسات المستقبلة ما يجعل إرادة قطاع التكوين المهني والتمهين تعمد لتحيين تكويناتها لتتماشى وسوق العمل اشتركوا في القناة